اليوم من بعد ما يحصل شايفين مفادين دوليين كتير شايفين اللي عم بيصير بجنوب البعض يقول انه حزب الله سيصر اكتر على مرشحه الرئاسي لما يحصل يعني لهذه الظروف كيف تقرأ هذه المتغيرات وكيف يمكن ان تنعكس على الملف الرئاسي تحت هذا طبعا الملف الرئاسي هو الملف الاكثر اولوية قبل ما حدث في غزة نعم وكان هو الذات الذي يتمتع بكل الحديث المفادين الذين يأتون الى لبنان ولكن مع بروز ما حصل في غزة واشتعال جبهة الجنوب المساندة للمقاومة في داخل قطاع غزة اعتقد النصيب الاكبر من رسائل المفادين كانت تصب في موضوع الجبهة جبهة الجنوب اما طبعا هذا لا يعني ان الرئاسة قد انتهت كليا من كل المحادثات التي تحصل هناك مفادين حاولوا خلال هذه الفترة ان يمرروا ملف الرئاسة ان يقوموا بمبادرات وبدأوا ان يبنوا عليها بعض من يقول ان سليمان ضعف والبعض يقول لا سليمان الان سيشبت اكثر سليمان فرنجية البعض يقول القطريين اللجنة الخماسية يعني كل هذا الكلام الذي حصل في التداول الاعلامي اود ان اقول سليمان فرنجية هو ثابت وبقوة وبدعم من السناء الوطني حزب الله وحركة امل وحلفائهما ما احد تخلى عن سليمان ولن يتخلى احد عن سليمان حتى هذه اللحظة وسليمان ثابت لن ينسحب يعني بعض اللي ذهبوا لعنده يطالبونه بالانسحاب او عرضوا عليه فكرة الانسحاب من المفد القطري يعني لا المحجي للمفد القطر من عرض عليه الانسحاب بعض المفدين او بعض الشخصيات التي حاولت ان تسلي سليمان فرنجية عن الترشح للانتخابات الرئاسية بحجة ان وصوله اصبح صعبا سليمان كان جوابه واضح لن اطلق النار على هذه المبادرة وهذا الترشح انا اترشح كرمة لعدود اللبنانية بما يخص الموضوع القطري لانه اخذ جدل كبير المفد القطري الذي زار سليمان فرنجية قال بشكل واضح ليس ليمان فرنجية عن ابو فهد عمنا عن ابو فهد قال بشكل واضح نحن ليس لدينا فيتو على اسمك ولا على ترشيحك بالعكس نحن نحترمك ونسعى ان نبني علاقة ايجابية معك وان نتعاون معك في حال وصلت الى سدة الرئاسة هذا لا يعني ان القطري يتبنى ترشيح سليمان فرنجية ولا يعني في المقابل ان القطري يمنع او يضع فيتو على اسم سليمان فرنجية وهو ما ينسجم مع ما قاله الرئيس نبيه بري للجديد عندما قال لمست من الخمسية عدم وجود اي فيتو على اي اسم وبالتالي كل ما يخلقونه ويحاول ان يصطنعونه في الاعلام من فيتوات على سليمان فرنجية في الحقيقة لا ارضية لها الا اذا افترضنا ان بعض المفدين يتحدسون باكثر من لسان وعلى اكثر من وجه في اكثر من مناسبة يعني عم بيحكوا شيء قدام اسليمان فرنجية بروحوا على قوى سياسية اخرى بيحكوا امور اخرى وبالتالي حتى الخماسية عندما زاروا رئيس نبيه بري لم يحملوا مبادرة حقيقية للرئاسة بل جل ما فعلوه هو زيارة الرئيس نبيه بري باعتباره هو الآن الذي يمثل المصدر التشريعي الحقيقي في البلد ثانيا ضرورة فتح الحوار لما رئيس بري دعا الى الحوار مرتين او ثلاث مرات روحوا اذهبوا الى الاماكن التي تعارض الحوار بس استاذ فادي هون فيه كمان تقدر تاخد تبني بعض الاصاص على هذه المواقفة اللي هي مبهمة اوكي منقول ما في عنا فيتو على اي اسم ونحن بالمقابل لن نرشح اي اسم بس بالواقع لما يقولوا انه نحن ندعم التوافق اللبناني طب هون فيه مشكلة على اسم سليمانة فرنجية البعض يعتبر انه ما فيه توافق لبناني عليه وبالتالي هيدا اسم سقط بنظر الخماسي اولا التوافق في لبنان على حساب الخيار التالت توافق في لبنان لا يمكن ان يجتمع لدى كل القوى السياسية من فجر تاريخ لبنان ما فيه شخصية ايجت على لبنان لكل توافق عليها التوافق يحصل بين اكثر المكونات السياسية اكثر المكونات السياسية حتى تقدر تتوافق على برنامج لانتخاب رئيسة الجمهورية بديك تفتحي حوار الحوار هو الذي ينظم هذه الامور السنائي وسليمان فرنجية وحلفائه عندهم هذا الاسم اسمه سليمان الرئيس بالريجة عم بيقول لهم جيبوا الاسم اللي عنكم تفضلوا على طاولة حوار لا نتناقش بالاسماء وطنية مش نكت سياسي وطنية ما هذا عنده مرشح يعني حتى الان ما في اتفاق على مرشح عند الطرف الآخر الا فقط انهم يعارضون سليمان فرنجية لان حزب الله يدعم سليمان فرنجية هذا هو العنوان الاساسي ولذلك ذهبوا لترويج اسم سليمان انه مرشح المقاومة سليمان فرنجية لا يستحي بان يكون من استراتيجياته وطنعته انه حليف للمقاومة لكنه ليس مرشح المقاومة هو مرشح نفسه تدعمه المقاومة يدعمه حزب الله تدعمه حركة امل وحلفائه